سلامة إزاي حضرتك أهلاً وسلامة نورين الدنيا أهلاً نورك في مهرجان القوم من المسرح الدورة الخمستاشر السنة دي شايف إزاي المهرجان بيتطور سنة عن سنة؟ بيتطور؟ أهلاً أهلاً ما بيتطورش أنا عندي أعتراض بس لأنه المسرح أبو الفنون وإحنا تعودنا من وإحنا في المعهد أنه حياتنا كلها في المسرح دلوقتي المسرحيات وليلة جداً جداً وفيه مصرحيات حلوة قوي وعليها إقبال جماهير الفضيع وبرغم ذلك بتقف يقول لك مفيش فلوس طب إيه؟ ليه؟ عشان إيه يعني؟ وعليها إقبال جماهير المفروض بيمدلها المفروض آه بس بيتقال مفيش فلوس مفيش ميزانية ليهم تاني ودي حجب الجد بتوجع القلب يعني يعني فيه عروض بجد حلوة فيه عرض في الطليعة أبناء القتلة أو القتلة تحفة ولا حد يعرف عنه حاجة يعني بنروح لما احنا بنقول لبعض ولا فيه أي دعاية ولا فيه أي حاجة فأنا مش عارفة ليه يعني يعني مفروضي بقي فيك طاعة أصلاً للإعلام أو تسويل جوه الفني أو جوه مثلاً المصارح نفسها بيكون فيه مستشار إعلامي ليهم يروج لموضوع إخبارياً أو يروج حتى على السوشيال ميديا طبعاً لأنه هم دلوقتي اعتمادهم على السوشيال ميديا طبعاً أنا واحدة مش بتاعة سوشيال ميديا لا ليش أدعوة بيها يعني أنا بعرف من زميلي إحنا روحنا عرض حلوة قوي تعالي روحي فبروح على طول لكن إن إحنا نبقى ما عندناش عروض ولما يجوا يعملوا المهرجان بيدوروا على عروض قديمة عشان يطلعوها ليه إحنا بلد الفن أساساً أما حاجة بسادة الوزيرة تسمع؟ أه لا حبيبتي هي بقول لها بس معرفش في حاجة في الهيئة في حاجة في يعني في حاجة غلط حصلة المفروض أن إحنا ببقى أقوى من كده بكتير وخصوصاً بعد الثورة وبعد 30 يونيا لا 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 في حاجات كتير زي ما مصر اتغيرت إحنا لازم نتغير ولا هنبدل زي ما إحنا جاء بدليل اللي حعملنا أول صب أقرة في مصر على MBC مصر وانت مشاركة فيها حكينا على التجربة شايفها زي والله تجربة جميلة جدا جدا عاملة للناس حالة لطيفة لأنهم عايشين مع الممثلين يوم بيوم اللي بيحصل في الحياة بيلاقوه جوه المسلسل إحنا زمان كنا بنتفرج على زي بولد عن تبيوتفول والحاجات وفرندس كنا بنعيش مع الممثلين حتى لما يجبروا حتى لما يتوفوا فده كان إحساس لطيف جدا سعيدا أنه هو حصل في مصر بصراحة ده معنان أنتوا باستوروا مازلتوا باستوروا يعني مش مصورين مجموعة حلقات مع بعض فزيعة مرة واحدة أنتوا باستوروا بشكل مختلف لا لا إحنا قبضت على طول يعني ممكن يبقى في حلقتين قبل الحدث نلحقهم في اللي بعده مثلا إحنا أول يوم العيد بيبقى أول يوم العيد في الحلقة فلا هذا ليس بإرهاق على الممثل نفسه أنه هو على طول تصوير شغال التي كنت أعطي على المونتاج كمان أه بس إحنا عددنا كبير في مجموعات كل واحد عنده موضوعه ففي شوية بيريحه يعني بيبقى في كل واحد في شوية كده عندهم موضوع مهم جدا فالتانيين بيرتاحوا شوية كده يعني نحن ببريك لك مرة تاني على المسلسل ومستنين من كل جديد وترجع لنا كمان بالمصرح قريب والله أنا آخر عرضة كان ليلة من ألف ليلة دكتور ريحيا سنتين ونص أرش كمبليت بس هو اتجه للقطاع الخاص أنت اتجهت للقطاع خاص؟ لا لأنه هم رفضوا أنه أي حد من القطاع العام يكون موجود يعني دكتور ريحيا فقط اللي راح بس هو مش زي اللي احنا عملناها في القومة لا 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 احنا كنا قرش كمبليت سنتين ونص بجد وما فيش فلوس فمش معقولة أنا هشتغل للولة الوطني يعني أنا بشتغل عشان آكل واشرب بس قرش كمبليت المفروض يتحول الفلوس أنا ما فيه حاجة غلط في الموضوع حسنتك احنا أول شهر عملنا مليون جنيه وكانت أول مرة تحصل في الدولة فعملوا حفلة وعزم الصحفيين والدنيا كانت مقلوبة وجبنا ترطاية كبيرة احنا اللي شارينها على فترة طف ايه يا جماعة الفلوس قالك وزارة المالية رفضة فعمل مليون جنيه صدروا كده اشتغل ليه يعني أنا بشتغل علشان الناس تشوفني علشان آآ آآ الموضوع يبقى الموضوع طحفة كان في المسرح القومي كان فضيع فضيع بجد يعني يعني العائلات بتيجي مرة واثنين وعشرة هما هما حفظوا المسرحية وبيجوا فقطع الخاص مش هيقدروا يدفعوا الارقام دي فهتلاقي العدد يعني مش قوي تمنى اللي جاي يكون افضل ان شاء الله اشتغلوا